أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول السانوي التجاري وطلاب المدارس السنوية الفندقية بالصف الأول وطلاب التعليم والتدريب المزدوج مهنة فني إداري إن شاء الله اليوم بإذن الله هنتكلم عن مادة من المواد أو منهج من المناهج الدراسية المهمة اللي إن شاء الله هيتم دراستها أو تدرسها لكم في بداية العام الدراسي 2021-2022 اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يكون عام دراسي سعيد عليكم وعلى مصرنا الحبيبة إن شاء الله وبنتمنى لكم مزيد من التوفيق والتقدم إن شاء الله من خلال دراستكم للعلوم التجارية وخاصة منهج المحاسبة المالية المحاسبة المالية من المناهج المهمة المرتبطة بسوء العمل واللي عليه دارس منهج المحاسبة بيكون عليه طلب فيه سوء العمل لأن دارس المحاسبة بيستفيد منها بعد تخرجه من التعليم الفني التجاري أو الفندوقي أو كذلك التعليم والتدريب المزدوج بعد ما بتخرج من مدارس التعليم الفني بيلتحك بسوء العمل وبيستفيد من دراسة المحاسبة المالية سواء في حياته العملية أو في حياته الشخصية على المستوى الشخصي المحاسبة طبعا علم من العلوم الاجتماعية ظهر أو بيعتبر الظهور الأول له بشكله اللي هنتكلم عنه إن شاء الله كان عام 1494 وبدأ العالم اللي هو أحد المهتمين بالحساب والهندسة اللي هو لو أبا تشيلو وضع قواعد المحاسبة وأول قاعدة وضعها هي قاعدة اسمها قاعدة القيد المزدوج إحنا النهاردة إن شاء الله نحاول بشكل بسيط إن إحنا نفهم أو نتعرف على علم المحاسبة بشكل عام ثم بعد كده نتكلم عن فرع مهم من فروع علم المحاسبة وهو المحاسبة المالية اللي طبعا بيعتبروها علم وفن تسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية يبقى إحنا عندنا فرع مهم من فروع علم المحاسبة وهو المحاسبة المالية طيب إيه المحاسبة المالية؟ المحاسبة المالية بتستخدم في المنشآت الهادفة للربح أو بيستمت تطبيقها في المنشآت الهادفة للربح سواء كانت بقى شركات أو كانت منشآت فردية يعني صاحب رأس المال شخص واحد أو بيشترك في رأس المال أكتر من شخص هنتعرف بشكل سريع على تعريف المحاسبة بشكل عام ثم بعد كده نتعرف على فروع علم المحاسبة اللي هندرس بعضها خلال دراستنا بالتعليم الفني التجاري أو الفندوقي أو التعليم والتدريب المزدوج تعالوا نشوف مع بعض تعريف علم المحاسبة وأهداف علم المحاسبة ونتعرف على فروع علم المحاسبة وكذلك هنتعرف على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات المهمة اللي بيهتم بها ممتهني مهنة أو وظيفة المحاسبة أنه طبعا المحاسبة مش بس علم ده مهنة أو وظيفة من الوظافة الموجودة في المجتمع زيها زي المحامة يعني عندنا شخص وظيفته يسمى المحاسب يعني فيه واحد اسمه المحاسب موظف اسمه المحاسب فيه واحد بيساعده بيسموه مساعد المحاسب أو بيسموه ماسك الدفاتر أو كاتب الحسابات هنتعرف على أساسيات علم المحاسبة وهنركز على فرع مهم من فروع علم المحاسبة وهو مبادئ المحاسبة المالية تعالوا نشوف مع بعض إيه المقصود بعلم المحاسبة أول تعريف عندنا بقول لي أن علم المحاسبة هو فن تسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات والأحداث المالية بطريقة متميزة وفي صورة نقضية وتفسير النتائج المترتبة عليها ده تعريف من تعريفات علم المحاسبة لكن المحاسبة طبعا علم اجتماعي بيتم بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية اللي بتقوم بها المنشأة أو بتقوم بها الشركات في الدفاتر والسجلات المحاسبية بهدف قياس النتائج بتاعت المنشأات وبيان المركز المالي يبقى إذن التعريف اللي احنا هنركز عليه هو أن المحاسبة فن وعلم تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والمعاملات والأحداث المالية بطريقة متميزة وفي صورة نقضية طبعا وتفسير النتائج المترتبة عليها ده تعريف من تعريفات المحاسبة لكن المحاسبة ببساطة علم تسجيل وتبويب العمليات المالية أو الأحداث المالية العمليات اللي بتقوم بها المنشأة زي مثلا شراء بضاعة بيئة بضاعة زي مثلا سداد مصرفات تحصيل إرادات عمليات كتيرة جدا زي سداد الأجور مثلا والمرتبات للعملين زي شراء قطعة أرض شراء سيارة وكذا كل هذه العمليات أو الأحداث المالية اللي بتقوم بها المنشأة بيتم تسجيلها داخل دفاتر بتسمى بدفاتر اليومية يبقى المحاسبة يا فن وعلم علم وفن وطبعا احنا قلنا في الآخر العلم والفن بيتكابلوا بعض بعض وبيبقى عندي وظيفة أو مهنة بيسمى المحاسب أو بيسمى ماسك الدفاتر أو مساعد المحاسب طبعا خريجي التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات ده طبعا بيشتغل في مهنة مساعد محاسب أو كاتب حسابات يعني بيبقى المحاسب رئيس لكاتب الحسابات أو مساعد المحاسب أو ماسك الدفاتر لان المحاسب بيكون طبعا حاصل على بكالوريوس التجارة شعوبة المحاسبة من كليات التجارة يبقى كاتب الحسابات من أصحاب المؤهلات المتوسطة ودول الفئة المستهدفة طبعا فيه التعليم الفني التجاري وكذلك الفندقي اللي هو نظام الثلاث سنوات والتعليم والتدريب المزاجل هو أيضا نظام ثلاث سنوات يبقى المحاسبة مهنة المحاسبة علم المحاسبة فن تسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات والأحداث المالية في أدفاتر المحاسبية بهدف تفسير النتائج أو قياس النتائج وبيان المراكز المالية في بعض التعريفات أو بعض العلماء ركزوا على تعريف المحاسبة المالية بأنها نظام للمعلومات يبقى عندنا تعريف آخر للمحاسبة المالية أن المحاسبة المالية نظام للمعلومات ونحن عارفين أن أي نظام للمعلومات بيكون له ثلاث أجزاء الجزء الأول هو المدخلات والجزء الثاني هو التشغيل أو العمليات والجزء الأخير اللي هي المخرجات بعمليات او متخلات عمليات او تشغيل ثم مخرجات احنا في المنشأة بيجلنا المنشأة بتقوم بمعاملات مالية وبتقوم بعمليات او باحداث مالية زي شراء بضاعة بيئة بضاعة زي شراء سيارات بيئة سيارات زي سداد مصروفات تقسيط الاراضات وكذا كل هذه العملات بتأيدها مستندات يعني لو اشترينا بضاعة بنجيب فاتورة لو سددنا مصروف الكهرباء بنسددهم فاتورة لو اشترينا قطعة ارض بنشتريها طبعا بعقد شراء لو اشترينا مثلا سيارة بنشتريها بعقد شراء كل هذه المستندات تمثل متخلات النظام المحاسبية لو عرفنا المحاسبة كنظام للمعلومات هيكله ثلاث اجزاء الجزء الاول هيتمثل في المستندات والفواتير المؤيدة للعمليات والاحداث المالية الجزء التاني هيتمثل في العمليات او التشغيل او العمليات التشغيلية اللي هتقوم بها المتشأة وهيقوم بها المحاسب خلال سنة كاملة بهدف انه يوصل للنتائج نتائج اعمال المنشأة او قياس نتائج اعمال المنشأة والمؤسسة وبيان المركز المالي بهدف رسم السياسات والاتخاذ القرارات في هذه المنشأة هيقوم بقى بالتبويب او التحليل والتبويب والتلخيص وهكذا من عمليات التشجيل اهم العمليات هيقوم بقى التحليل التبويب التحليل التسجيل التبويب التلخيص بعد ما سجل نزيل العملات طبعا ويبوابها داخل الدفاة المحاسبية اللي هنتعرف عليها هيقوم بعد كده هتكون المخرجات بتاعته هي التقارير والقوائم المالية اللي بتحمل الاهداف بتاعت المحاسبة وهي قياس النتائج بتاعت المنشأة او المؤسسة وبيان مركزها المال تعالوا نشوف مع بعض المحاسبة نظام للمعلومات الجزء الاول عندنا من نظام المعلومات المحاسبية المدخلات وقلنا المدخلات بتمثل البيانات المحاسبية اللي هي بتتوفر او بيتم استنتاجها من المستندات المؤيدة لعمليات المالية بأي عملية او حدث مالي هيتم في المنشأة هيتم مستند اشترينا بضعب فطورة بقنا بضعب فطورة سددنا مصروف كهرباء بفطورة سددنا مصروف مياه حصلنا اراض عقار كل هذه العمليات بيتم بمستندات المحاسب وماسك الدفاتر بيقوموا بتجميع هذه المستندات وترتبها وتنظمها بشكل معين علشان يبتدوا بعد كده يقوموا يجروا عليها العمليات او الجزء التاني من العمليات اللي هي التشغيل هيبتدوا يحللوا العمليات دي لاطرفها المدينة والدينة ويسجلوها في دفاتر اليومية ويبوابوها في دفاتر الاستاذ ثم بعد ذلك يقوموا بتنخصها في ميزان المراجعة واجراء التسويات الجردية ثم في النهاية يتم او نستخرج او يكون الناتج عندنا من عمليات التشغيل اللي هو المخرجات والمخرجات هتتمثل في المعلومات المحاسبية اللي بتكون في صورة قوائم مالية وتقارير اخرى يبقى عندنا كده اعزائي الطلاب ناخد بالنا ان احنا عندنا المحاسبة لنظرنا لها كنظام للمعلومات يكون له ثلاث اجزاء متخلات تشغيل مخرجات المتخلات هتتمثل في الفواتير والمستندات المؤيدة للاحداث او العمليات المالية وكذلك العمليات او التشغيل هيتمثل في التحليل والتسجيل والتبويب والتلخيص ثم في النهاية هتكون مخرجات النظام المحاسبي المتمثلة في القوائم المالية والتقارير المالية اللي هي طبعا بتظهر لي نتائج الاعمال وبتبين لي المركز المالي للمؤسسة او للمنشأة اللي انا بقوم بالعمل المحاسبي داخلها بهدف تحديد او قياس النتائج اللي هو بيان النتائج اعمال المنشأة وكذلك بيان المركز المالي للمنشأة يبقى كده احنا تعرفنا على المحاسبة كعلم من العلوم الاجتماعية وقلنا هي علم وفن وفي ذات الوقت مهنة وتعرفنا عليها بانها نظام للمعلومات تعالوا نشوف مع بعض ايه الهدف من المحاسبة بشكل عام او من علم المحاسبة بشكل عام زي ما وضحنا ان المحاسبة نظام للمعلومات هدفه توفير المعلومات اللازمة لمتخز القرار او متخز القرارات سواء داخل المنشأة او خارج المنشأة طب ايه هي الاطراف اللي داخل المنشأة اللي تستفيد من المعلومات المحاسبية قلنا عندنا داخل المنشأة بتتمثل في ادارة المنشأة بمستوياتها المختلف سواء الادارة العليا او المتوسطة او الدنيا داخل المنشأة بتستفيد من المعلومات المحاسبية وبتعتبر المعلومات المحاسبية بمثابة معلومات ارشادية بتساعد متخزي القرارات من إدارة المنشأة على اتخاذ القرارات السليمة وبالتالي هنا بقى بتكمن خطورة المعلومات اللي احنا بنقدمها لو احنا قدمنا المتخزي القرارات معلومات خطأ هيتخذوا أو قدارة المنشأة تاخد قرار خطأ يعني على سبيل المثال لو احنا قدمنا مثلا معلومات بتقول ان اسعار السلع بتاعتنا او سعر البيع او المنشأة الخاصة بنا اللي احنا في منشأة تجارية بتهدف للربح وقالنا ان المنشاعة بتحققت ربح في العام الحالي وطبعا المنشاعة العام الحالي ما حققتش ربح يبقى ده على غير الحقيقة وبالتالي المنشاعة تاخد قرار خاطئ بالاستمرار في نفس الانشطة والقام بنفس الاعمال لان احنا قدمنا لمتخز القرار اللي هي ادارة المنشاعة معلومات خطأ وبالتالي هم هتخذوا بناء على هذه المعلومات قرارات خطأ بالاستمرار في اداء انشطة قد تكون ليس لها جدوى بالمرة في تحقيق ربح للمنشاعة لان احنا عارفين المنشاعة اللي بتادوا في الربح بيكون دايما او الاشخاص اللي بيستثمروا اموالهم بيكون دايما هدفهم منهم او اعلى ربح فلو احنا قدمنا لهم معلومات خطأ هيكون ادارة المنشاعة طبعا هتتخذ قرار ايه خطأ وده طبعا مش بس هيأثر على اقتصاد المنشاعة او على اموال اصحاب المنشاعة لا ده هيأثر على اقتصاد الدولة ككل وبالتالي عمل المحاسب وعمل ماسك الدفاتر داخل المنشاعة عمل من الاعمال المهمة جدا لان بيترتب عليه اتخاذ قرارات اما انها تؤدي بالمنشاعة للنجاح والتميز في العمل بتاعها وانها تحقق اعلى الارباح وتستمر في نشطة او انها تخفق لو قدمنا لهم معلومات خطأ يتخذوا قرارات خطأ وبالتالي المنشاعة تفشل ويتم تصفيتها او تعلن افلاسها وده طبعا بيأثر على اقتصاد الدولة في عمال بيعملوا في هذه المنشاعة يتعرضوا للبطالة في اشخاص كانوا بيستثمروا اصحاب رؤوس اموال كانوا بيستثمروا اموالهم في المشروع وخسروا اموالهم وده طبعا هيأثر على اقتصاد الاشخاص اللغة هو بالتبعية هيأثر على اقتصاد الدولة تعالوا نشوف مع بعض ده في المحاسبة تاني وهي قلنا ده في المحاسبة توفير المعلومات اللازمة لمتخز القرار قلنا اطراف داخلية وقلنا ده متمثلة في ادارة المنشاعة ايضا بيستفيد من المعلومات المحاسبية او المحاسبة بشكل عام المحاسبة مش بسي بيوفر المعلومات المحاسبية لمتخز القرارات الداخليين المتمثلين في ادارة المنشاعة لا ده احنا بنوفر ايضا معلومات لمتخزي القرارات اللي هم خارج المنشاعة ودي بتاعهم بتتمثل في مين في ملاك المنشأ اللي هم أصحاب رأس المال مش بس كده وكمان العملاء اللي بتعاملوا مع المنشأ مش بس كده والمستثمرين اللي هم منكم يبقوا أصحاب لو منشأ فرده بيبقى صاحب رأس المال المالك أو شخص واحد لو شركة طبعا بيبقى صاحب رأس المال أكثر منين من شخص بنطلق عليهم المستثمرين وكل ما بيكبر حجم المشروع وبيكبر رأس المال بيزيد عدد المستثمرين وبالتالي الملاجم بيبقى الشخص وحب بيبقى أكتر من شخص بيستفيد من المعلومات المحاسبية أصلاً أيضاً جهات خارج المشروع بتستفيد من هذه المعلومات زي مثلاً مصلحة الضرائب اللي هي الجهات الحكومية بتستفيد طبعاً لأن كل منشأة من المنشآت أو شركة من الشركات هتيجي في نهاية السنة المالية أو السنة المالية اللي بتبدأ طبعاً في 1-31-31 التحاسب دايماً المال بيتم عن سنة المالية تبدأ في 1-31-31 12 يعني سنة مالية هتيجي آخر السنة مصلحة الضرائب عايزة تعرف هي حقات مكاسب قدقية أو خسارة قدقية عشان تبتدي تتحاسب معها وتاخد منها الضرائب المستحق عليه يبقى لو احنا قدمنا معلومات خطأ لجهة زي مصلحة الضرائب هيكون الكارات طبعاً بتاع مصلحة الضرائب خطأ ممكن تاخد أرباح أكتر أو تاخد أرباح أقل أو متاخد أرباح بناء على المعلومات اللي احنا قدمناها يبقى احنا لازم المعلومات بتاعتنا تكون ضقيقة لأن طبعاً هيترتب عليها اتخاذ قرارات مهمة لكل الجايات وحنا ما ننساش أن مصدر من مصادر أو من موارد الدولة وهي الضرائب يبقى لو احنا قلنا لمصلحة الضرائب أن المنشأة ما حقات شربحة وحقات خسارة مصلحة الضرائب مش هتاخد ضرائب وبالتالي أصرنا على موارد الدولة يبقى الهدف العام للمحاسبة بشكل عام اللي هو توفير المعلومات المحاسبية لأطراف داخلية وأطراف خارجية والمعلومات المحاسبية بتظهر في شكل قوائم وتقارير مالية أخرى والقوائم والتقارير المالية دي طبعاً بيتم إعدادها في دوق مجموعة من الفروض والمبادئ اللي بنطلق عليها نظرية المحاسبة لأن احنا أوضحنا في سابق أن المحاسبة علم له نظرية علمية وتتضمن مجموعة من الفروض والمبادئ يبقى دور المحاسب مهم دور ماسك الدافتر مهم لأنه هيوفر معلومات إما أنها تكون معلومات صائبة يعني يصيب فيفيد الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية اللي توفر لها المعلومات أو يديهم معلومات خطأ وبالتالي سواء الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية تاخد قرار خطأ ده الهدف العام للمحاسبة بشكل عام وهو توفير المعلومات لمنتخذ القرارات للأطراف الداخلية والأطراف الخارجية وأوضحنا الأطراف الداخلية متمثلة في إدارة المنشأة بمستواتها المختلفة والأطراف الخارجية بتتمثل في الملك أو المستثمرين والموردين والمقردين وكذلك بعض الجهات الحكومية زي مصلحة الدراء تعالوا نشوف جزئية تانية ونتعرف على فروع علم المحاسبة احنا قلنا عندنا أكتر من فرع لعلم المحاسبة عندنا طبعا أهم فرع من هذه الفروع هو المحاسبة المالية المحاسبة المالية ده يعتبر أول فرع من فروع علم المحاسبة اللي هو ظهر عام 1494 طبعا لو أبا تشل حط الأسس بتاعته وضع قاعدة أو نظرية اسمها قاعدة القيد المزدوجة نتعرف عليها وبتعتبر هذه القاعدة هي أساس تسجيل العمليات في الدفاتر الجزئية الأولى اللي لازم نعرفها أن المحاسبة المالية بيتم تطبيقها في المنشآت والمؤسسات الهدفة للربح يبقى لازم تكون المنشآت اللي تطبع المحاسبة المالية هدفة للربح لأن المحاسبة المالية بتهتم بتوفير المعلومات المتعلقة بنتائج أعمال المنشآة من ربح أو خسارة وبيان مركزها المالية يعني بيان ما تمتلكه يعني ممتلكات المنشآة والتزاماتها أو المبالغ المستحقة على المنشآة يبقى أنا خبالنا أن المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت أو المؤسسات الهدفة للربح وبالتالي بتوفر معلومات عن أعمال المنشآة من ربح أو خسارة وبيان مركزها المالي وطبعا بيتم عرض هذه المعلومات المحاسبية في شكل تقارير وقوائم مالية هنتعرف عليها وفق طبعا إطار مستقر زي ما أوضحنا من القواعد والفروض والمبادئ المحاسبية اللي طبعا مقبولة قبولا عام وهيكون طبعا محور اهتمامنا أو أول فرع من فروع علم المحاسبة هندرس هو فرع أو المحاسبة المالية الفرع الثاني من فروع علم المحاسبة هو محاسبة التكاليف وده طبعا بيهتم بإنتاج معلومات ملأمة عن تكلفة الإنتاج والمغزون والرقابة على عناصر التكاليف وطبعا بتقوم بتوصيل هذه المعلومات لإدارة المنشآة بمستوياتها المختلفة نحو ببلا أن اللي بيستفيد من المحاسبة التكاليف إدارة المنشآة وليس جات خارج المنشآة يبقى محاسبة التكاليف بتهتم بعمين إدارة المنشآة لأن طبعا إدارة المنشآة لو أنا عندي المنشآة بتاعتي منشآة تجارية فهتكون عايزة تعرف طبعا تكلفة المشترات اللي بتشتريها قد إيه وتكلفة البضاعة المتبقية في المخازم في نهاية الفترة قد إيه ولو منشآة صناعية أو زراعية هتكون طبعا عايزة تعرف تكلفة الإنتاج اللي بتنتجه وكذلك أيضا تكلفة المبعات ومن ثم تحدد أو تفيد المحاسبة المالية بهذه المعلومات اللي هتفيدها طبعا في تحديد نشاط أو ناتج نشاط المنشآة من الربح أو خسارة يبقى أي منشآة تجارية أو صناعية أو زراعية ممكن يكون في الغالب عندها إدارة للتكاليف بتهتم بتوفير المعلومات الخاصة عن تكاليف الإنتاج والمخزون وبتراقب عناصر التكاليف اللي هي طبعا المواد والأجور وغيرها من مصروفات وبتستفيد من هذه المعلومات طبعا إدارة المنشآة بمستوياتها المختلفة سواء العليا أو الدنيا أو المتوسطة في اتخاذ القرارات الفرع الثالث من فروع علم المحاسبة وهو طبعا المحاسبة الإدارية هو أيضا شبيب المحاسبة بمحاسبة التكاليف في علاقة بتربط المحاسبة الإدارية بالتكاليف زي ما قلنا المحاسبة التكاليف بتستفيد منها إدارة المنشآة أو المعلومات اللي بتنتجها محاسبة التكاليف بتفيد إدارة المنشآة كذلك أيضا المحاسبة الإدارية بتفيد أيضا إدارة المنشآة وطبعا في اتخاذ القرارات وفي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتقييم الأداء وتقييم النتائج يبقى المحاسبة الإدارية بتهتم أيضا بقياس وتوصيل المعلومات لإدارة المنشأة بمستواتها المختلفة طبعا لمساعدتها طبعا في رسم السياسات والتخطيط وترشيد القرارات والمتابعة وتقييم الأداء والنتاج اللي هي طبعا بتساعد الإدارة على القيام بنتائجها وبتستفيد المحاسبة الإدارية من المعلومات اللي بتمتجها أيضا المحاسبة التكاليف الفرع الرابع من فروع علم المحاسبة هو فرع المحاسبة الحكومية وده بيطبق في المؤسسات الحكومية غير الهادفة لربح زي الوزرات والمصالح ولايئات الإدارية الحكومية على اختلاف أنواعها ووحدات الحكم المحلي وبتهتم بتوفير معلومات متعلقة بقياس الأداء الحكومي وكذلك المراكز المالية والسياسات المالية وطبعا بتطبق هذه المحاسبة فيه زي ما أوضحنا الوحدات الحكومية الإدارية غير الهادفة للربح أو اللي بتقدم خدمتها بدون مقابل أو بمقابل رمزي يبقى المحاسبة الحكومية وفرع أيضا من فروع علم المحاسبة يطبق فيه المؤسسات والهيئات الحكومية الإدارية غير الهادفة للربح عندنا فرع آخر وهو المحاسبة القومية والمحاسبة القومية طبعا بتهتم بدراسة المبادئ والأسس الخاصة بالنظام الاقتصادي للدولة ككل وكل قطاع من قطاعات الاقتصاد قطاع الزراعة قطاع الصناعة قطاع التجارة وبتسعى طبعا إلى قياس نتائج النشاط الاقتصادي بالإيه بالدولة كل هذه القطاعات بتسعى لقياس نتائج النشاط الاقتصادي بالدولة طبعا المحاسبة القومية بتهتم من مفاهيم الدخل القومي والناتج القومي ومشاركة أو مساهمة مدى مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة في الناتج القومي وكذلك نصيب كل قطاع من هذه القطاعات من الدخل القومي وبتستفيد طبعا المحاسبة القومية بتركز على الخطة أو خطة التنمية العامة الاجتماعية والاقتصادية يعني المحاسبة القومية بتهتم بالخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طبعا اللي بتوضعها الدولة وبيشارك فيها طبعا كل قطاع من قطاعات الاقتصادية في الدولة زي ما وضحنا قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وطبعا كل قطاع من هذه القطاعات بيشارك فيه الناتج القومي للدولة ككل ولو بيبقى له نصيب من الناتج القومي اللي احنا بنسميه الدخل القومي ونصيب كل قطاع من هذه القطاعات من الدخل القومي الفرع السادس وهو فرع المحاسبة الضربية وطبعا ده بيهتم بإيه بقى فرع المحاسبة الضربية بيهتم بتحديد وعاء الضريبة وطبعا ده بيبقى في ضوء قانون الضرائب السائد في الدولة يعني طبعا محاسبة داخلية أيضا بيتبقى موجودة في كل دولة من الدول يعني في جمهورية مصر العربية عندنا قانون للضرائب بيتم في ضوء هذا القانون تحديد الإراد أو الوعاء الخاضع للضريبة بهدف التحاسب الضريبي وتحديد المبالغ واجبة السداد لمصلحة الضرائب على كل منشأة من المنشآت الهدفة للرب أو على الأشخاص الطبيعيين حتى اللي بيبقى لهم دخل لأن الضريبة فيها طبعا كذا نوع من أنواع الضرائب في الضريبة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين ضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارين اللي هم الشركات والمؤسسات وكذلك الضريبة طبعا على الصروة العقارية والضريبة على القيمة المضافة اللي كانت تسمى في ذلك الضريبة على المباعات ده فرع أيضا من فروع المحاسبة وهو المحاسبة الضربية احنا خلال دراستنا بالتعليم أو بمدارس التعليم الفني التجاري هندرس مجموعة من المهارات المحاسبية المتنوعة اللي في كل فرع الموجودة في كل فرع من فروع المحاسبة هندرس محاسبة مالية هندرس محاسبة حكومية حسب التخصص اللي هنلتح به بعد من اكتاز الدراسة بالصف الأول سواء الصف الأول طبعا من الكلام على مدارس التعليم الفني التجاري نظام التلات سنين هندرس طبعا مبادئ المحاسبة وكذلك النظام الخمس سنوات تعليم الفني التجاري نظام الخمس سنوات وكذلك طبعا التعليم الفندقي بيدرسه محاسبة ثم بعد كده هناخد محاسبة متخصصة في السنوات اللحقة حسب التخصص اللي هنلتحق به في السنوات التالية هندرس فروع أو مهارات مختلفة من فروع مختلفة من علم المحاسبة عندنا طبعا بعد ما تعرفنا على فروع علم المحاسبة هنركز على الفرع اللي احنا هيكون محور اهتمامنا في الصف الاول وهو محور طبعا فرع المحاسبة المالية هنرجع لأول فرع من فروع علم المحاسبة وهو طبعا المحاسبة المالية اللي احنا قلنا انه بيهتم بتوفير المعلومات المتعلقة بنتائج اعمال المنشأة اللي هو طبعا من ربحة او خسارة وبيان مركزها المالي وعرض تلك النتائج في شكل ايه تقارير او قوائم مالية في اطار طبعا ايه في اطار القواعد والفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما يعني هي نفيدو نظرية المحاسبة اللي هي طبعا محددالي مجموعة من الفروض او بتتضمن مجموعة من المبادئ والفروض والمبادئ المحاسبية المتفق عليها بين اهل التخصص او اصحاب مهنة المحاسبة طيب عشان اقدر ادرس علم المحاسبة المالية انا عايز اعرف المحاسبة المالية لها هدف ايه الهدف بقى من المحاسبة المالية عزيز الطلاب انا عندي هدفين واضحين جدا من المحاسبة المالية الهدف الاول وهو تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسار يبقى انا عندي هدفين الهدف الاول هو تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسار الهدف الثاني بيان المركز المالي المنشأة ايه المركز المالي الموصوب بالمركز المالي عايزين نوضح ممتلكات المنشأة او اللي بتمتلك المنشأة او المبالغ اللي تخص المنشأة او مال المنشأة من اموال سواء عندها او لدها الغير وفي نفس الوقت ما على المنشأة من اموال لبقى انا ما جابين المركز المالي المشروع هبين مال المنشأة من اموال وما عليها من اموال اللي المنشأة من اموال ده متمثلة في كل الأصول وكل الممتلكات التي تبتلك سواء كانت في صورة عينية زي الأساس والسيارات والأراضي والمباني أو في صورة نقضية زي النقضية الموجودة في الخزنة في خزنة المنشأة أو النقضية الموجودة في البنك أو في صورة بضاعة طبعا نوع من السلعة بالتاجر في المنشأة لأنه مصطلح بضاعة بيعني النوع اللي المنشأة بالتاجر فيه بيطلق على بضاعة يعني مثلا لو المنشأة بالتاجر في الأساس يبقى هنا بقى الاساس نطلق عليه بضع لو بتتاجر في الادوات المنزلية يبقى السلعة بتاعت الادوات المنزلية نطلق عليها بضع يبقى مصطلح البضع مصطلح بيشير الى نوع السلعة اللي بتتاجر فيها المنشأة وكلمة تتاجر فيها يعني بتشتريها بغرض بيعها وتحقيق ربح منها طيب تعالوا نشوف مع بعض الهدف او اهداف المحاسبة المالية قلنا الهدف الاول زي ما اوضحنا تحديد نتائج عمال المنشأة من ربحة وخسارة الهدف التاني بيان المركز المالي للمنشأة يعني تحديد مال المنشأة للاموال من اموال وما عليها من اموال مالها من اموال يعني كل ممتلكاتها سواء الكاتف حوزتها او في حوزة الغير زي مثلا المبالغ اللي وضعتها المنشأة من اموالها او من النقود الممتلكة لها في البنك كذلك ايضا المبالغ المستحق على منشأة للغير طب والغير ده طبعا مين اللي هو غير اصحاب المنشأة لان اصحاب المنشأة هنطلق عليهم رأس المال انا عندي المبالغ على المنشأة هتتمثل فيه مبالغ مستحقة على المنشأة لاصحابها او ملكها اللي هم اصحاب فكرة تكوينها ودولي هنسميهم رأس المال او حقوق الملكية ومبالغ مستحقة على المنشأة لغير اصحابها او غير المستثمرين او الملك ودول هنطلق عليهم الخصوم او الالتزامات ودي طبعا مبالغ بتبقى حصلت علينا من شئ مثلا خدت كارد من بنكة او من شخص او مثلا خدت بضاعة من مورد ومسددتش لهم المبالغ المستحقة وبالتالي يكون عليها ديون له فبنطلق او بنكتب اسامي الناس اللي هم الموردين او الدائنين نفتح لهم حساب اسمهم الدائنين او الموردين وكذلك قلنا الكروض وايضا عندنا ايه احنا قلنا الكروض وقلنا الدائنين وطبعا بعض المبالغ المستحقة على منشأة واللي بتكون مزبطة طبعا بكنبيالة او بساند اذن يعني فيه مستند مد يثبت الدين على منشأة بما يز عن الدائنين او الموردين ونطلق عليها اوراق الدفع يبقى لما نيجي نبايا للمركز المنشأة المنشأة عايزين نعرف المنشأة ممتلكات تعد ايه والمبالغ اللي على المنشأة تعد ايه وناخد بالنا ان المبالغ اللي بتمتلكها المنشأة بتساوي اللي عليها بالظبط يعني ممتلكات المنشأة بتساوي المبالغ اللي عليها كل المبالغ كل الاصول او الممتلكات اللي عندها المنشأة تساوي المبالغ اللي عليها بالظبط ازاي يعني مثلا المنشأة عندها اساس والسيارات والالات تموال اساس والسيارات والالات والان ادية الموجودة في الخزنة والان ادية الموجودة في البنك جاي ايه المصادر بتاعت الاموال بتاعتها مصادر الاموال بتاعتها تكون يا اما الملاك اللي هم أصحاب رأس المال أو الغير المتمثلين في الدأنون أو كروت خدناها من البنوك أو مبالغ مستحق علينا للغير بورق الدفع أو بكمبيالة أو بسند إذني يبقى أهداف المحاسبة المالية تحديد نتائج أعمال المنشأة من ربحة أو قصارة وبيان المركز المالي للمنشأة طيب إزاي هقدر أوصل للهدفين دول عشان أقدر أوصل للهدفين اللي هو الهدف الأول إزاي حدى نتائجة عمل المنشأة من ربحة أو قصارة أو حدى نتائجة العمل المنشأة من ربحة أو قصارة وكذلك المركز المال المنشأة لابد أننا أستخدم طريقة من أربع طرق أو خمس طرق موجودة في الواقع العملي اسمها الطرق المحاسبية أو طرق المحاسبة المالية أول طريقة اسمها الطريقة الإيطالية الطريقة الثانية أو بيطلق عليها الطريقة العادية الطريقة الإيطالية أو العادية وطبعا خلي بالكم ليه أول طريقة إيطالية أو العادية الطريقة الإيطالية دي ظهرت في إيطاليا طبعا على يد لو أبا تشيله عام 1494 بأول طريقة أنا عايز أوصل لهدفين عندي هو الهدف الأول أنا عايز أعرف المنشأة بتاتي حقات ربح ولا حقات خسار الهدف الثاني عايز أبين المركز المالي للمنشأة اللي هو مال المنشأة من أموال وما عليها من أوان سواء كلموا لكها لأصحابها أو لغير الملاك من تجار ومقردين وموردين وغيرهم من الأشخاص اللي المنشأة أخذت منهم مبالغ ومستحقة على المنشأة لهؤلاء الأشخاص طيب عشان أوصل لهدفين لازم أخذ طريقة من الطرق يا إما الطريقة الإيطالية اللي هي طبعا زهرت عام 1494 في مدينة البندقية في إيطاليا على يد لو أبا تشيليو ودي طبعا بتسمى الطريقة العادية أو الطريقة الأم وبعد كده ظهرت طرق أخرى زي الطريقة الأمريكية ثم الطريقة الفرنسية والطريقة الإنجليزية طيب أنا أعجب أستخدام طريقة أنا عندي الطرق المحاسبية طبعا بيتم التفرقة بينهم بناء على حجم المنشأة يعني لو عندي حجم المنشأة بتاعت صغير يعني المنشأة فردية حجمها صغير يبقى يستخدم معها الطريقة الإيطالية أو الطريقة الأمريكية طيب لو المنشأة حجمها كبير يبقى هروح بقى الطريقة تانية اللي هي الطريقة الفرنسية أو الطريقة الإنجليزية طب فيه طريقة خمسة فيه طريقة اسمها الطريقة الألمانية ودي أيضا بتتناسب مع حجم المنشآت صغيرة الحجم يبقى أنا عندي تلات طرق للمنشآت الفردية وصغيرة الحجم واحد الطريقة الإيطالية اتنين الطريقة الأمريكية تلاتة الطريقة الألمانية لكن عندي طريقتين بيتناسبوا مع المنشآت كبيرة الحجم دي طبعا الطريقة الإنجليزية أو بتسمى باليوميات الأصلية والطريقة الفرنسية أو المركزية طيب عشان ما انتوشوا بنقول ايه الطرق وكلام مندي انا عزك تركز معايا او عزيزها الطلاب تركزوا معايا عزيزها الطلاب والطلبات ناخد بالنا من حتى مهم اللي بيختلف طريقة من طريقة اللي هو عدد الدفاتر سواء بقى الدفاتر اليومية او دفاتر الاستاذ وانفهم بعد كده ايه دفاتر يومية ودفاتر الاستاذ يعني كل طريقة من الطرق على سبيل المثال مثلا الطريقة الطلاب يبقى فيها دفتر يومية واحد ودفتر استاذ واحد اما الطريقة الامريكية فيها دفتر واحد بيجمع بين اليومية والاستاذ طب والطريقة الانجليزية طبعا الطريقة الانجليزية فيها مجموعة دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر للأستاذ وكذلك الطريقة الفرنسية فيها مجموعة دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر للأستاذ بقى اول خطوة علشان نوصل للاهداف المحاسبة المالية لازم أحدد الطريقة أي طريقة من الخمس طرق اللي قلنا عليهم طريقة الإيطالية الطريقة الأمريكية الطريقة الألمانية الطريقة الإنجليزية الطريقة الفرنسية وقلنا عندنا طرقتهم بيتناسبوا مع حجم المنشئات كبيرة الحجم ودي طبعا الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية وعندنا طرق بتتناسب مع المنشئات صغيرة الحج وهي الطريقة الإيطالية والأمريكية والطريقة الألمانية طيب بعد ما نتعرف على الطريقة ونحدد الطريقة اللي تتنسب مع المنشأة بتاعتي بعد كده هبتدي عشان اوصل لنتيجة اعمال المنشأة من ربح وقصارة معايا خطوات الدورة المحاسبية يبقى عشان اقدر اوصل للهدفين دول حددت الطريقة ثم بعد ذلك خلال الفترة المالية او السنة المالية اللي هتبدأ في واحد واحد وتنتهي في واحد وثلاثين من عايز اعرف انا كسبت او خسرت وقت ايه يبقى لازم يكون عندي مدة فجرت العادة ان بيتم تحديد نشاط المنشأة من ربح وقصارة خلال السنة المالية تبدأ في واحد واحد وتنتهي في واحد وثلاثين يبقى اي منشأة عايزة تشوفها كسبت او خسرت هتيه خلال السنة من واحد واحد وثلاثين تتبع مجموعة من الخطوات في ضوء المحاسبة المالية بعد ما حددت الطريقة المحاسبية اللي تستخدمها هتتبع خطوات الدورة المحاسبة كل سنة علشان تحدد نتيجة اعمال المنشأة من ربح وقصارة لازم تتبع نفس الخطوات اللي هنقولهم هم 8 خطوات ناخد بالنا ونبص مع بعض كده الخطوة الاولى تحليل العمليات المالية من واقع الفواتير والمستانات يعني ايه تحليل العمليات المالية اللي هو تحديد الطرف المدينة والدائن لكل عملية من العمليات من واقع الفواتير والمستانات وطبعا دي مهارة هنتعرف ازاي بنحدد المدينة والدائن لكل عملية في ضوء قاعدة او نظرية القيد المزدوك ثم بعد ذلك الخطوة الثانية نسجل عمليات المالية في دفاتر اليومية او دفتر اليومية حصد الطريقة سواء كان فيها دفتر واحد او مجموعة دفاتر زي ما اوضحنا الخطوة الثالثة بنرحل العمليات المالية من واقع دفاتر اليومية الى دفاتر بتسمى دفاتر استاذ ثم الخطوة الرابعة بنعد ميزان المراجعة قبل التسويات ثم بعد كده الخطوة الخمسة بنسجل قود التسويات ونرحلها لدفتر الاستاذ ثم بعد ذلك نعد ميزان المراجعة بعد التسويات ثم نعد القوام المالية في نهاية الفترة المالية ثم بعد ذلك نسجل قود الاقفال ونرحلها مرة اخرى لدفتر الاستاذ انا عندي 8 خطوات طيب تعالوا نشوف بقى الخطوة الاولى وهي تحليل العمليات المالية من واقع المستنتي انا عشان اوصل للاهداف بتاعتي اللي هو تحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربحة وخسارة وبيان المركز المالي للمنشأة يعني احدد مال المنشأة من اموال يعني ممتلكات توامع عليها من التزامات يعني حقوق ملكية لاصحابها او لغير اصحابها اللي هنسميهم بعد كده الالتزامات او الخصوم لابد ان انا اقوم بالتمن خطوات دول خلال السنة المالية الخطوة الاولى تحليل عمليات من واقع الفواتين والمستنتي الخطوة التانية تسجيل العمليات في دفاتر اليومية الخطوة التالتة ترحيل العمليات لدفاتر الاستاذ او دفتر الاستاذ حسب الطريقة المحصبية المستخدمة الخطوة الرابعة اعداد ميزان المراجعة قبل التسويات ثم اجراء قيود التسويات الجردية وتسجيلها بدفتر اليومية ثم اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية ثم اعداد القوائم المالية اللي هي طبعا بتتمثل او بتمثل مخرجات النظام المحاسبي اللي هتجاوب لي عن الاسئلة اللي هو نتيجة اعمال المنشأة من ربحة قصارة وبيان المركز المالي لان القوائم المالية في المنشأة التجارية بتشمل اما بالطريقة القديمة قيمة الدخل وقيمة المركز المالي اما بالطريقة الحديثة اللي هي قيمة الدخل وقيمة المركز المالي او بالطريقة القديمة المتمثلة في الحسابات الختمية اللي هي بتظهر لنتاج عمال مشروع من الربحة القصارى اللي هو متمثلة في حساب المتجرة وحساب الأرباق سائر والميزانية العمومية دي شكل القائم مالية سواء بالطريقة الحديثة أو بالطريقة التقليدية ونتعرف عليها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالوا نشوف بقى مع بعض قاعدة مهمة في دوء زي القاعدة أو نظرية مهمة في دوء زي النظرية بيتم تحليل العمليات المالية لأطرافها المدينة والدئين لوها بتشيله عام 1494 أطلق على الكتاب اللي ألفه فيه اللي هو بيعتبر اللبنة الأولى لعلم المحاسبة سمى الكتاب بتاعه نظرية القيد المزدوج وكتب داخل هذا الكتاب نظرية واقعية جدا قال إن كل عملية مالية هتقوم بها المنشأة هيكون لها طرفان أحدهما طرف مدين والآخر طرف دائن وبنفس المبلغ يبقى إذا كان هناك مدين يبقى فيه دائن وإذا كان المدين مدين بألف يبقى الدائن دائن بألف كلام منطقي جدا فبيطلق على هذه الحقيقة العلمية نظرية القيد المزدوج أو قاعدة القيد المزدوج ودي هذه القاعدة بتعتبر الأساس لتسجيل العمليات في دفتر اليومي يبقى أنا هسجل العمليات في دفتر رمية بناء على قاعدة القيد المزدوج اللي هي بتقولي إن كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وهيكون للتسجيل طبعا في شكل قيد محاسبة هنتعرف عليه بعد كده وهنتعرف على أشكال القيد المحاسبة لكن دي مهارة ودي مهارة عقلية يا خبالي إزاي أقدر لما أعرف أو أسمع أي عملية مالية أقدر أحدد الطرف المدين والدائن عشان أقدر أحدد الطرف المدين والدائن لابد إن أنا أعرف أنواع الحسابات هنا خبالنا إن كل نوع من أنواع الحسابات هيكله طبيعة مختلفة يعني مثلا عندنا أول نوع من أنواع الحسابات الحسابات الشخصية والحسابات الشخصية دي عزيق الطلاب بتشير إلى الأشخاص اللي هو طبعا زي وزيك كده مثلا أنا شخص طبيعي وانت كذلك شخص طبيعي ربنا خلقك يبقى الاشخاص الطبيعيين هم مين سين وصاد او محمد ومحمود واميرة ومريم كل الاشخاص اللي احنا بتعمل عم سهم اشخاص طبيعيين والشخص الطبيعي انت يكون مدين لو اخذ يكون مدين لو اعطى يكون دا طيب لو الشخص اعتباري يعني اعتباري الشخص اعتباري يعني شخص شركة او منشأة او مؤسسة او بنك يبقى الشركة او المؤسسة او البنك هي شخص ايضا بنطلق عليه شخص اعتباري او معناوي او احنا بنفترض ان له ايه شخصية اعتبارية زي الدولة كده بالظبط او المصالح الحكومية بتعتبر ايضا لها شخصية معناوية او شخصية اعتبارية طب الشخص المعناوي او الاعتباري او الشخص الطبيعي امتى يكون مدين اذا اخذ بيكون مدين واذا اعطى بيكون داني باول حاجة عند نوع الحسابات اول نوع من انواع الحسابات هو الحسابات الشخصية والحسابات الشخصية إذا أخذت بتكون مدينة وإذا أعطت بتكون دائن يعني صلاح أخذ مبلغ من المال طالما صلاح أخذ مبلغ يبقى صلاح على طول إيه مدين مؤسسة أخذت مبلغ من المال يبقى على طول المؤسسة دي إيه مدينة لو أعطت تبقى هي في الحالة دي إيه دائن وهنشوف أمثلة على هذه الجزئية النوع الثاني من الحسابات وهي الحسابات الحقيقية والحسابات الحقيقية دي بتشير أو مصطلح بيشير إلى كل الحسابات أو الممتلكات الملموسة المادية الملموسة زي الألات والسيارات والأساس والأراضي والمباني والنقدية في الخزنة اللي هي النقود كل دي حسابات حقيقية ملموسة والحسابات الحقيقية ملموسة لما بتزيد بتكون مدينة لما بتنقص بتكون دائنة وبتشير أصلا أيضا بيشير أصلا مصطلح الحسابات الحقيقية إلى الحسابات غير الملموسة زي مثلا شهرة المحل زي براءة الاختراع زي العلامات التجارية دي ايضا حسابات حقيقية غير ملموسة الحسابات الحقيقية امتى تكون مدينة لو زادت وامتى تكون دائنة اذا نقص نخذ على سبيل المثال البضاعة البضاعة دي نوع السلعة المنشاعة بتتجر فيه وبالتالي اذا زاد هيكون مدين اذا نقص هيكون دائن لو المنشاعة باع بضاعة البضاعة هتنقص وبالتالي هتكون ايه بضاعة لما تنقص تيجي ايه تيجي دائنة لو باعت المنشأة بضاعة البضاعة تنقص وبالتالي تيجي تكون دائنة لأن الحساب الحقيقي إذا نقص يكون دائن وإذا زاد يكون مدين لكن لو المنشأة اشترت بضاعة البضاعة هتزيد وبالتالي هتكون مدين اشترت سيارات السيارات هتزيد هتكون مدين اشترت أليات الألات هتزيد هتكون مدين وهكذا حصلت نبلغ من الغير الخزنة الفلوس نقدن الفلوس اللي في الخزنة هتزيد وبالتالي الخزنة هتكون مدينة اما لو دفعت الخزنة في الحالة ده تنقص لو دفعت مبالغ نقدم من خزنة الخزنة تنقص ويكون دائنة يبقى الحسابات حقية اذا زادت مديزة اذا نقصت بتكون دائنة واوضحنا ان يكون حسابات حقية ملموسة وحسابات حقية غير ملموسة النوع التالت من انواع الحسابات الموجودة في المنشأة الحسابات الاسمية او الوهمية ودي طبعا بتتمثل في المصروفات والارضات المصروف اي مبالغ بتنفقها المنشآة في سبيل حصول على خدمة زي الكهرباء زي مصروف الكهرباء زي مصروف المياه زي الأجور والمرتبات اللي بتدفع للعمال مقابل خدمة العمل اللي بيأديها العمال داخل المنشآة كل هذه المصروفات أما الإرادات فدي مقابل الخدمات اللي بتقدمها المنشآة للغير وبالتالي بتحصل منه على إراد مثلا لو قدت مثلا قدمت مثلا خدمة تأجير عقار للغير عندها مابة في عجرات الغير فالناتج العائد هيكون اسمه إراد عقار لو عندها مبالغ اداتها مثلا لأحد شركات استصمار الأموال منها شارك استصمارهم فالعائد بتاعهم هيكون إراد أوراق مالية كذلك أيضا لو المنشآة حطت مبالغ في البنك وهتحصل فيه في الحالة دي على فوائد دائنة والفوائد دائنة في الحالة دي تمثل أيضا إراد يبقى أنا عندي كده مصطلح المصروف ومصطلح الإراد أيضا عندي إراد مهم وهو إراد المنشآة لما بتبيع سلع بتحصل على إراد المبعات الإرادات بطبعتها دائنة والمصروفات بطبعتها مدينة وبيطلق على المصروفات والإرادات مصطلح الحسابات الإسمية أو مصطلح الوهمية أي مصروف لما سدده يجي مدين وأي إراد لما حصله يجي دائنة وبالتالي المصروفات في العملات اللي احنا نتعرف عليها في حالة السداد هتكون مدينة والإرادات هتكون دائنة بالحسابات الإسمية والوهمية المصروفات طبعتها مدينة وعند السداد هتكون مدينة والإرادات طبعتها دائنة وعند التحصيل هتظل دائنة وممكن ناخد بها مصطلحين كمان معها من ضمن الحسابات الإسمية والوهمية وهي الخسائر والأرباح الخسار زيها زي المصروفات بالزبط يعني انت مثلا شاري سيارة وبعتها وخسرت مبلغ من المال في بيع هذه السيارة اشتريت سيارة وجدت باعها فاخسرت منها مبلغ الخسار بالزبط كده زيها زي المصروفات تعتبر طبيعتها مدينة وكل ما زي تيجي مدينة تنقص تيجي دائنة الارباح ايضا لو انت حققت ربحا اشتريت سيارة مثلا وجدت باعها فكسبت مبلغ فيها المبلغ دوت في الحالة الربح ده يعتبر دائن وعند ظهوره طبعا كل ما يزيد يظل دائن هينقص يجي مدينة تعالوا نشوف مع بعض مديونية ودائنية كل حساب من الحسابات قلنا الحسابات الحقيقية لو زادت تبقى مدينة لو نقصت تبقى دائنة الحساب الشخصي لو اخذ هيكون مدين لو اعطى هيكون دائن الحساب الاسمي او الوهمي لو هو مصروف او خسار هيكون مدين لو هو ايراد او ربح هيكون دائن تعالوا نتدرب بعض عزيزي الطلاب على الكيفية اللي نقدر من خلالها نحدد المدين ونحدد الدائن ومعانا تدريب عملية بقول لي بدأ محمود سمير اعماله التجارية بمبلغ 20 الف جنيه او دعها خزينة المنشأة وانا بكرأ العملية من اللي بدأ الاعمال محمود سمير يبقى محمود سمير ده هو صاحب رأس المال هو المالك هسميه ايه هاطلق عليه مصطلح رأس المال طيب رأس المال ده حساب نوع ايه ده حساب شخصي طيب لانه بيدل على محمود اللي هو المالك اللي هو صاحب المشروع يبقى محمود في الحالة دي لما يبدأ اعماله التجارية حياة المشروع وطالما اعطى يبقى دائن لانه حساب شخص يبقى رأس المال في الحالة دي بدأ المحمود مش هنكتب اسم صاحب المنشأة في المنشأة لكن هنسميه رأس المال يبقى الملاك بيطلق عليه المصطلح رأس المال ا Bagelنا عزيزي الطلاب لان المفاهيم والمصطلحات المحصمية مهمة يبقى بدأ محمود سمير اعماله التجارية او يقول لي بدأ اعماله التجارية في إشارة لأي شخص يعني في شخص المالك يبقى سميه رأس المال وفي الحالة دي هيبقى رأس المال حساب شخصي أعطى وهيكون دائم لأن الحساب الشخصي يكون دائم لما يأخذ يكون مدين طيب والخزينة هتكون حساب حقيقي زاد والحساب الحقيقي طبعا زي ما أوضحنا إذا زاد بيكون مدين وإذا نقص بيكون دائم وبنفس المبلغ اللي هو 20 ألف جنيه يبقى حل للعملية أقول الخزينة حساب حقيقي زاد هيكون مدين ب20 ورأس المال هيكون حساب شخصي أعطى هيكون دائم أيضا ب20 ألف جنيه وطبعا كده الحقيقة العلمية أو نظرية القيد المزدوجة حققات اللي بتقول لي أنه كل عملية مالية لها طرفان طرف دائم وطرف مدين وبنفس القيمة أو طرف مدين وطرف دائم وبنفس المبلغ عملية أخرى بيقول لي اشترت المنشاعة بضعب مبلغ 20 ألف جنيه من محلات سامير نقدم طيب ناخد بالنا عزيزات طول اشترت بضاعة يبقى العملية دا أسرت على البضاعة ونأدا يعني دفعت الفلوس نأدا يبقى العملية دا أسرت على الخزينة طيب تعالوا نحل العملية البضاعة حساب حقيقي اشتريته هيبقى زاد ففي الحالة دا هيبقى مدين ب3000 والخزينة حساب حقيقي أيضا هينقص هيكون دائم ب3000 كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائم وبنفس القيمة تعالوا نشوف عملية أخرى بيقول لي في التدريب رقم 3 اشترت المنشأة أساس بمبلغ 5000 جنيه من معرض ناصر على الحساب بالأجل طب نحل العملية الأساس طبعا حساب حقيقي هيكون ايه اشتريته يبقى زاد وطالما زاد هيكون مدين بمبلغ 5000 جنيه طيب وهنا ناخد بالنا ان ما فيش مبلغ ندفع ده احنا اشترينا من معرض ناصر على الحساب او كلمة بالأجل على الحساب او بالأجل يعني ما ادنوش فلوس وطالما ما اخدش معرض ناصر ما اخدش منها فلوس يبقى في الحالة دوت هنذكر اسمه عندنا ومعرض ناصر هيكون حساب شخصي اعطى وفي الحالة ده هيكون ايه دائم ايه ده لما بندفع الفلوس ما لنشدعه بقى بالشخص اللي احنا اشترينا منه زي ما شوفنا في العمليات السابقة قلنا نقدر اجل يبقى احنا محتاجين الشخص دوت لانه يبقى علينا له مبالغ وبنسميه ايه بنكتبه باسمه عندنا في الدفاتر معرض ناصر حساب شخصي اعطى هيكون دائم بخمس تلاف جنيه دي امثلة اعزائي الطلاب على بعض العمليات المالية طبعا اللي مؤيدة بمستندات كل عملية من العملية ديت مؤيدة بمستندات وبتدي نحلل كل عملية اطرف المدينة والدينة عشان نقدر نسجله بعد كده في دفتر اليومية المحاسبة او المحاسبة المالية فرع من فروع علم المحاسبة المهمة ومهاراته هي المهارات الاساسية والمدخل لدراسة جميع فروع المحاسبة النهاردة اتعرفنا على تعريف علم المحاسبة واهدافه وتعرفنا على فروعه وركزنا على فرع من فروع علم المحاسبة ومن اهم فروع علم المحاسبة اللي يجب ان يدرسه اي مبتدئ في مهنة المحاسبة او ماسك الدفاتر محاسبة المالية بتتضمن طبعا مجموعة من المفاعيم والمصطلحات المهمة والمهارات الاساسية تعرفنا النهاردة على المحاسبة المالية ومبادئ المحاسبة المالية اللي هندرسها ان شاء الله في الصف الاول بمدارس التعليم الفني التجاري والفندقي ومدارس التعليم والتدريب المزدوج في مهنة فني اداري في الختام اعزائي الطلاب ادعو الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا في تقديم فكرة ملخصة ومجازة عن المحاسبة ومهنة المحاسبة والمهارة الاساسية اللي تعرفنا عليها النهاردة وهي مهارة تحديد المدين والدائل لكل عملية من العمليات المالية اللي بتقوم بها المنشأة او الاحداث المالية وعلشان نقدر نوصل لنتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسار زي ما اوضحنا بنقوم بمجموعة من المهارات حددناهم تمام مهارات المهارة الاولى تعرفنا عليها النهاردة وهي تحليل العمليات من واقع الفواتير والمستندات الى طرف مدين وطرف دائم بتمنى لكم انتم تكونوا استفدتم والى ان نرقاكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة